لا أصدق أن تطعمنا أكلاً صحياً طبق الخضار هذا لك خضار مسلوق آه إنها ساخنة أجل وطبقي مجمد كم أكره الخضار لنتناول الكوكيز بدل منها كلا لا تقلقي إلا نأكلها سنشمها لتشجعنا على أكل الخضار آه رائحتها حولها بسرعة كل الخضار آه إنها مقززة ولا تزال ساخنة تناولها بأسرع ما يمكن لا أستطيع ستناول لقماً صغيرة إنها تحرق فمي لكن يجب أن أواصل إنها حارة على الأقل ليس لديك مكعبات الثلج حسناً ظلت آخر لقماً نجحنا أكلنا كل الخضار أحسنتم هل تفكرين بما أفكر به؟ آجل سنأكل طعاماً أفضل آجل نريد كل ما في القائمة حسناً سأحضر الأطباق حالاً سيكون هذا أفضل بكثير في صحتك أوه لا لقد تعصرت الماء خف مكانك أوه كان ذلك وشيكاً لا نفسك ساخن أوه أذاب الجليد تبللت تماماً هذه الغرفة تأمها الفوضى كيف تعيشاني فيها؟ يا بنات لماذا غرفتكم متاسخة؟ ماذا؟ لسو سبب بل هي لا أكترث من سببت الفوضى عليكم ما تنظيفها الآن لا مفر من الأمر ومن قال هذا؟ ها ما مصدر هذا البخار واو انظر إلى شارك إنها جميلة قمت بتجعيدها سأفعل ذلك بوقية شاري انتهيت كل شاري مجعد حسناً سأحاول من جهتي لكن لا أظن أن الجليد يجاعد الشعر أجل هكذا أصبحت كأميرة سلج أوه حسناً إن كنت تظنين ذلك ماذا؟ خذي هذا أوه أشعر بالبرد ستندمين على ذلك يا بنات ما الذي يحدث هنا؟ هل تتعاركاً؟ أوه آه كلا كل شيء على ما يرام لم تنظف الغرفة كما طلعت بل صارت أسوأ ابدأ التنظيف الآن حسناً لا تغضب منه آه حضلت بنا من هنا لنرى ما الذي يمكنني أكله أوه قطعة بيزا هذا ممتاز سأسخنها قليلاً في المايكرو ويف سنتظر الآن ها؟ المايكرو ويف معطل؟ هيا اعمل أوه ماذا النحس؟ هذه البيتزا مجمدة لم تسخن أبداً مستحيل لا يمكنني أكلها هكذا مم ماذا لو؟ هذا أفضل الفيزا جاهزة مم إنها طيبة أسكتت جوعي هل أنت جائع يا جنيني؟ أنا أيضاً تعتبر على شيء يأكل أوه ماذا عن زبادي الفراولة؟ سيكون طعمه جيدا أين الملعقة؟ لا بأس به لكنه ليس ما أريده بالضبط أوه أنا أشتهي تناول آيس كريم سأبرد هذا الزبادي قليلا هجل حصلت على آيس كريم جبادي إنه أفضل بكثير الآن كثير يا إلهي أظن أنه حان الوقت حالة طارئة إنها حالة طارئة المعذرة أعطيني دقيقة واحدة سأعود حالا أوه لا أنا لوحدي حسناً لقد عدت وأنا مستعدة سأقوم بتبريدك ما أجمل هذا الرضيع؟ أوه يلا الهول خذي رضيعك يا إلهي نسخة من أمك ها هو الطفل حسناً يبدو أني سعليه الآن سأفحص الجنين هذا غريب هجل حانت لحظة الولادة أنصتي لي خذي نفساً عميقاً شهيق ثم زفير ماذا حدث؟ أوه المعذرة لا تقلقي سأذيبك أظن أن هذا سيعمل أوه نجحت لقد عدت أوه هل يمكننا العودة لولادتي؟ أوه طبعاً تنفسي لعم ها هو الطفلك الجميل احمليه اهبني العزيز طيب انظروا ماذا لدي في يدي أوراق غش وهي ممنوع كما تعلمون لكن عندي طريقة جديدة لتعامل معها حريق لا شيء سوى النيران للغشاشين كان يجي ونافع لذلك منذ سنوات عديدة رأى لم يبقى سوى الرماد والدخان كما لو كانت نارة مخيم هذا الاختبار أصعب مما توقعت جميل الأستاذ هاتسون مشغولة سأخرج هاتفيا بسرعة ها هي الإجابة ماذا؟ يا لجراتيا جانيفر سلميني هاتفك حالاً أني اختبارك بلا غش كان جراءة هذه الفتاة تغش أمامي يا ويلي وضعته في صندوق الخطأ تلفت حفظة هاتفها واصل الحال سأعود حالاً سادة كولدمان ارتكبت خطأاً فاديحان حرقت محفظة هاتف طالبة بالخطأ هذا كل ما حدث على الأرجح أن الطالبة تستحق ذلك لكن لا تقلقي يمكن لمساعدتك واو لقد تحسنت قواك الباردة كثيراً بلورات جريدية يا لجمالها وستحل مشكلتك الآن أضعي الحافظة على الطاولة سأحضر طلاء أظافر طبقة علوية وسأسكب البعض منه على الحافظة ستساعدني الفرشات على توزيعه بالتساوي بهذه البساطة أصبحت كل الحافظة مغطاة بالطلاء سأخذ هذه البلورة وأضعها في الزاوية تبدو رائعة هان وقت إضافة مزيد لا تبخلي في وضعها في كل مكان سأملأ كل مكان فارغ بالبلورات يجب أن لا أنسى هذا المكان إنها متلألئة واو يبدو هاتفها مذهلاً أجل هذه قوة المعلمة الباردة على الرحم والساعة طيب، سأضع هاتفها في صندوق الأيمن هذه المرة انتع لاختبار، سلموا الأوراق طيب، بدلت قصار جودي شكراً يا جانيفر، يمكنك استعادة هاتفك آم، ما هذا؟ لماذا توجد بلورات جليدية على هاتفي؟ آم، اللقات كان بهذا الشكل عندما عطيتني إياه أستاذ هوتسون هذه حفظة رائعة انظري إلى كل هذه البلورات البراقة في حفظتي أوف، ظرنت لي وآلتنا أنها كسفتني مستعدة؟ لماذا لا تبدأ أنت أولاً؟ أوه لا أدري إن كنت سأود رفع هذا الشيء ماذا هناك؟ لن ترغب في معرفة ذلك أشعر بالتوتر هاهاهاها، إنها مجرد بيضة اضحاك كما شاءت لكن ماذا سأفعل بهذا الشيء؟ بالطبع أحب البيض المقلي حتى أني اشتهيته فعلاً أحتاج للقليل من الحرارة فقط لقد نجحت سأكتفي بهذا القدر هناك تكوت صغير أوه، كم هو جميل لا أصدق أنه كان في تلك البيضة ربما علي أن أفتح الطبقي لكن سيكون الطبقي أبرد بقليل أوه، هيا أتشعرون بهذا النسيب البارد؟ أظن أن هذا كاف لكن لماذا شكلها مضحك هكذا؟ ألا يجب أن يكون هذا كافكوت؟ آه، لا أجد شيئاً طيباً في هذا الشاب أوه، حبيبات النعناع الصغيرة راقب إذا فركتها بيدي هكذا سترتفع درجة حرارتها هذا رائع حقاً مذهل انظر لهذه الحلوة اللزيجة م، مقرف اختبار التذوق انتفادات غريبة الأطوار لكن أنا أفضل حبيبات النعناع باردة ومنعشة هناك مشكلة هيا مجرد إحماء حبيبات النعناع الغبية بدرجة حرارة الغرفة هل كان ذلك؟ أوبس ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة